في أحدث تكنولوجيا بتحصل دلوقتي تحت الاختبارات ولسه هتم ودي مفاجأة كبيرة جدا لكل المديرين الفنيين لأنه هو ده المستقبل القادم في كرة القدم ايه رأيكم ده حقيقي هو الأول الديفايس اللي بيستعملوه هو درون هو اسمه درون الناس كلها عارفة الدرون أو اللي هو الحاجة اللي بتطير وفيها بعض الكاميرات بارتفاعات عالية جدا التكنولوجيا دي بتعتمد على أنه هو بيحدد بالسوفتوير اللي موجود على الدرون ده أن يلقط الممارس للأداء البدني ده سواء كرة قدم كرة يد زي ما احنا شفنا مصر النهار ده زي حتى تينس يعني اللي بلعبوا تينس أي حد بيعمل نشاط بدني فهو الأول بيلقط على مسافة بعيدة بكاميرات دقيقة جدا الفيشال اكسبريشن أو التعبير الوجهي أثناء الأداء الحركة وبيرصد كمان حركة الجسم بسرعتها وكفائتها المفروض أنه هو بياخد زي نموذج مثالي لكل العيب وبيسجل عنده أنه ده أحسن أداء ليه بيبقى في الفترة من كذا إلى كذا وبعد كده في أثناء التنافس بيبتدي هذا الدرون أنه ينقل الصور للمعالجات الإحصائية والسوفتوير التابع لده ويبتدي يظهر لك أنت كمدير فني إيه اللي بيحصل بالظبط في الملعب وانت مش شايف بدري ده على الهوى يعني الكلام ده هيطبق بعد كده يبقى المدير الفني موجود والدرون موجود ومعه اللابتوب بتاعه وبيستعمله أثناء المباراة ده يا فندم بقى هو المطبق حالياً دلوقتي أبليكيشن على الآيباد وهو شغال وبيشتغل تقنية حية ودي اللي عليها التطوير دلوقتي ولكن هما دلوقتي فعلاً الشركات دي بدأت تحلل المباريات يعني لو بصينا هنا حضرتك لو بصينا على الداشبورد المكتوب دكتورز كوتشز and ترينرز حضرتك الأبليكيشن اللي ظاهر ده تقدر تدوس على كل لاعب والتيم اللي أنت مسجله والدرون عماليين اللي حضرتك الداة بتاعه فأنت تقدر تدوس على اللاعب ده وتبص على الأداء بتاعه في أول عشر دقايق ومقارنة والموت شغال والموت شغال أعرف العيبة اللي عندي دي شغالة إزاي عندها أصابة ولا ما عنداش إصابة القدرات اليقى البدنية عنده بتبقى عاملة إزاي تكلم مزبوط طبعاً فإنما هو أصلاً أنت بنفسك عارف أن فيه دلوقتي الشركات عملت تطوير للكفاءة البدنية الفيست اللي بيتلبس وكده وده موجودة وردي مش حاجة جديدة زائد أن فيه بعض الناس بعض الشركات بترصد أماكن اللاعبين داخل الملعب دلوقتي التكنية الأحدث دلوقتي بيجمع ده كله وبتقدر تدي لحضرتك الأداء المثالي لهذا اللاعب مقارنة بالأداء الحالي في عشر دقايق فبيبان الجراف أو الخط البياني تصعدي ولا تنزلي معلش يا دكتور يعني اسمح لي الناس اللي بتسمعنا دلوقتي هي مش عارف حراك بتقول إيه بالبلدي كده معلش يعني يعني هو فيه إيه هو إيه هو إيه اللي بيتقال أنتوا بتقولوا إيه إحنا بنقول إن فيه تقنية جديدة هتم زي الأمصان كده اللي بيكون موجودة في التدريبات دي معروفة معروف فيه أمصان دي بتحدد القياسات البدنية لكل لاعب بيعمل كم كيلو صحته عاملة إيه أخبار اليقى بتاعته إيه الصحية إيه كل ده تمام مصبوط تمام الجديد بقى إنه يبقى فيه درون شغال ثلاثة ثلاثة في كل سايت في الملعب في كل نص ملعب يعني ثلاثة درون في نص ملعب وتلاثة درون في نص ملعب الدرون ده بيخدم على اللعيبة بيعرف كل القياسات المهمة لللعيبة نفسياته عاملة إزاي مصاب ولا مش مصاب كمال لي بقى دوك أنا أقول لحضراتك الفيشة الإكسبريشن أو التعبير الوجهي ودي ممكن دي يصهر في الشرح دلوقتي عبارة عن أي حاجة صعب حضرتك ويعني هكذا نحن نتفرج على هنا ده أشكال بتدل على كل واحد يعني مثلا حد عنده إصابة جديدة وبصراحة هو لم يصف صح عن هذه الإصابة أو هو تحمل الإصابة وبالتالي أثر على أداءه في الملعب تعرفها من تعبيراته حضرتك الكاميرا هاي اللي بتقول لي الكاميرا جابته حللته وبعتت للهيت كوتش أو للإستاذ اللي ماسك الآيباد بتاعه وشايف أنه اللعيب الفلاني مش قادري حقق نتيجة الإصابة اللي حصلت أو نتيجة الضغط النفسي مع مشجرة مع أحد اللاعبين الآخرين أو بعض الاحتزاز النفسي اللي احنا ما بنبقاش قادرين نحدده بالعين المجردة عن بعد دخل الملعب ده ممكن يبقى أحد أفراد الجهاز الفني هو اللي بيتعامل معه مش المدير الفني ممكن يبلغ بقى المدير الفني ما يا فندم أنت دلوقتي الشركات دي دلوقتي بالزبط حالك أنك بتتعامل مع أعمالقة زي مثلا مش عايزة أقول أسماء ولكن عمالقة صوفتوير حضرتك في جيوش قاعدة وراء الأجهزة بتشتغل مع الفرق دي اشتركوا في القناة